يا صباح الخير شونكم عيني اليوم رجعت لكم فيديو جديد هو حلا الفنجان على طريقتي طريقة كل السهلة بدون فرن بدون حليب بدون بيض بدون زبدة شاقول بعد بس امطيكم البديل للاشياء اللي استعملتها اذا ما امتوا في راعتكم والطريقة كلش كلش سهلة و يعني من يجيكم ضيوف تفتخرون بها شو ما يقولون ست ملاعق كبيرة من النشه همشي هاية انتبهوا على المقادير والمقادير موجودة جو الفيديو ثلاثة كوب حليب قاني استعملت حليب جوز الهند حتى يصير الحلو نباتي بس انتو تقدرون تستعملون حليب ويكون اطيب لو حليب كامل الدسم العادي ثلاثة كوابة زين عيني هاذي نباتي بس انتو تقدرون تستعملون حليب عادي يصير يصير اكيد ابدي اضيف الحليب شوية شوية اذوب النشه هاي كلش خطوة مهمة حتى لصير قطعه يجيعتكم هسا شوفون شون يكون هذا القوام الاريدة راح اكمل اضيف الحليب الباقي ثلاثة كوابة شو ما قلنا ونحرك هسا راح اخلي على النار نار متوسطة شو ما تشوفون شغلت النار وخلينا تجدر على النار اضيف ملعقتين كبار من مي زهر طبعا الطعم اللي تحبوه تقدرون دخلوه نهيل مكان المي زهر يصير بس بهاي كلش طيب يطلع المي زهر بهذه النوعية من الحلو او مي ورد يصير اضيف كيس من الفانيلا بما يعادل الملعقة الكبيرة هاي فانيلا سكر كلش طيبة رشة ملح لازم رشة ملح شوية انا خليت ثلاثة اربع الكوب سكر اعتقد كلش كافي وزايد يعني ما تحتاجون اكثر اذا حابين اكثر سووها كوب يصير راح اخلي جوز هند ما دام حلويات دا سويها بالجوز هند راح اخلي هذا المبروش الناعم الغير محلة كوب واحد مكان الزبدة راح استعمل سمنة نباتية انتو اذا حابين اذا استعملتوا حليب عادي ضيفوا زبدة ثلاث ملاعق كبيرة انا استعملت هذا سمنة نباتي الزهرة او يصير اين نوع عدكم يصير يعني بس يكون نباتي اضفنا السمنة دا نذوب المواد مع بعض كلها عن ما يبدي يضخن القوام عندي حرك تقريبا راح يضخن هسا راح اضيف مسكة او مستكة احنا نقولها هذي اختياري ما متوفرة ماكو داعي اخذت هيتشي كمية كلش قليلة وطحنتها مع السكر بالاخير قبل ما اضيفي النار راح اضيفها خلاص هسا راح اضيفي النار دابت عندي وهذا القوام الاريدة وكيد كلتنا اللي تحبون انتو يعني انا استعملت الفستق اللي يحب جوز اذا تريدون بدون اي شي يصير شوي حمس داع النار فتنسكوا بتقريبا فستق حلبي جمنا الفناجين مالقه هو هاي اي فنجان عدكم يصير هو يعني حل الفنجان خليقل ندهنها بس من نفسها اللي استعملتها حتى تطلع بسهول لانه اخذت تسع فناجين بس نبدي نصب الخليط وهو حارها لا تخلو يبرد انا عمالي ستة يكفي بس اخذت تسع فناجين وكل الزين يعني الكمية زينة مناسبة من يجيكم ضيوف تحضروها قبل يوم يصير من الحلويات السهلة جدا يعني ماكو داعي تخلوهن فستق ما فستق يصير يعني بدون ايشي هس اذا نعدلها بالسكين حتى من نقربها تقعد عدل بالصحل وهي حارة شوفوا اسهل هيشي هس رح ادخلها الثلاجة انا خليتها للصبح انتو تقدرون اربع ساعات يكفي هذا ايجا الصبح بالثلاجة بدون غطة طبعا خليتها شوفوا هي اصلا فتحت من الصفحات يعني شوفون شون بسهولة رح تنزل عندنا خاصة عندهن الفنجان شون هذا شكلها اسه هذا جوز هند ناعم وخشن تريدون محلة مو محلاني اثنين اتو مو محلة ما نحب الحلو كلش تقدرون تسوها بالكاكاو هيصير بدون جوز هند تطع حلوة همينة كلش حي تشي وبعدين تتخلى بالصحن وتتقدم او تقدرون تخلوها بالثلاجة وجايكم ضيوف العصر تكون حاضرة رأسا نتخدمون شكلها حلو نزين بكيفكم يعني خليت شوية فستق هذا صحن التقديم شوية فستق مطحون ناعم وها هي عاجبكم تخلو نشيرها بالاخير يعني وانتو تتاكلون يصير همينة طلع طيبة وهذا شكل نهاي ان شاء الله عجبكم سهلة سهلة مثل ما قدر تقدرون تستعملون حليب عادي اشكركم على المتابعة لا تنسوني باللايك اشتركوا بقناتي اذا حابين سووا شير للفيديو واترككم بامان الله اشتركوا في القناة